للمزيد من النقاش ينضم إلينا عبر الهاتف جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أستاذ جميل أهلا بحضرتك معنا في هذه التغطية الإخبارية يعني بداية أريد أن أعرف رأي حضرتك في هذا التحرك من الدولة المصرية خلال الأيام الماضية في ظل هذه الأزمة العالمية التي لها بالتأكيد تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي توجه الدولة المصرية كان واضح وربما هذه الزيارة جاءت في توقيت مهم جدا هو بالطبع الزيارة في توقيت مهم جدا في توقيت العالم كله بيشهد أزمة اقتصادية عالمية بسبب الحرب على الروسية الأوكرانية ومن قبلها أيضا أزمة كورونا طبعا التوجهات المصرية خلال الفترة الماضية منذ بداية الأزمة حتى وقتنا هذا هي تحركات سريعة جدا تحركات حتى على المستوى العربي زي ما شفنا لقاءات الرئيس مع الشيخ محمد بن زي ثم بعد ذلك اللقاء الرباعي بالأمس في العقبة كل التحركات من أجل توحيد الرؤى لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية اللي بتواجه العالم كله طبعا الدول العربية ستنال جزء سبير من هذه الأزمة طبعا اللقاء المهاردة كان لقاء مهم زي ما قلت الحضرات التوقيت أيضا مهم في علاقات بين مصر وبين الدول الأفريقية جميعا مصر بتسعى إلى تنسيق الرؤى وتوحيد المفاهيم بين الدول الأفريقية جميعا شفنا تطور العلاقات المصرية الأفريقية اعتبارا من عام 2014 حتى وقتنا هذا وصولا إلى ترقص مصر إلى الاتحاد الأفريقي ومصر أصبحت هي الناقل والحقيقي للصورة الحقيقية داخل القرى الأفريقية وما تعاني منه القرى الأفريقية من أزمات وشرحها الرئيس عبد الرفات التحديثي في خدمة بلاس بولي مناخ اللي عقدت في بريطانيا طبعا ده كان واضحا من الدول الأفريقية هي أكثر الدول التي معاناة وتضرورا من أزمة المناخ وبالطبع المصر بتسعى إلى التنمية الشاملة داخل القرى الأفريقية بتسعى إلى الوصول إلى نبذ الصراعات ونبذ العمس ومقاومة الإرهاب وتوحيد الرؤى والمفاهيم من أجل المرور بالأزمة الاتصادية التي نحن فيها وأيضا التنمية داخل القرى الأفريقية بشكل كبير كان مصر لها دور رائد في مكافحة الإرهاب داخل القرى الأفريقية طبعا دور رائد داخل الدولة المصرية ولكن بالنسبة للقرى الأفريقية مصر سعت في عام 2016 إلى القضاء على التنظيمات الإرهابية وتوحيد القوى الأفريقية لمواجهة التنظيمات وجماعات الإرهابية العابرة للحدود التي عادت انتشرها مرة أخرى داخل الدول الأفريقية من خلال اجتماع وزراء الدفاع وفي هذا الإطال في ملف الإرهاب تحديدا الرئيس سأل بأن الإرهاب يشكل تحديا حقيقيا لعملية التنمية في إفريقيا واستعرض أيضا جهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب وكان هناك تنويه بإنشاء مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب أهمية تنصيق الرؤى والجهود والتعاون في هذا المجال مكافحة الإرهاب مجال مكافحة الإرهاب بدأ في عام 2016 عندما دعت مصر إلى اجتماع لوزراء دول الساحل والصحراء وزراء بسعر دول الساحل والصحراء في مدينة شرم الشيخ لمواجهة العناصر والتنظيمات الإرهابية مثل ما قلت حضرتك العدلات للحدود التي استوطنت في بعض الدول الأفريقية وكان من سمار هذا الاجتماع اللي هو تأهيل مصر قامت بتأهيل وتدريب أكثر من ألفين ضابط من دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب قامت تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة محمد نجيب لدول الساحل والصحراء لمواجهة الإرهاب ونهاية بإنشاء مركز مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء لمقام في القاهرة وكل ده بيسعى إلى توحيد الرؤى وكيفية القضاء على التنظيمات الإرهابية العادرة للحدود للدول الأفريقية وكيفية مواجهتها لأنه بالطبع إذا وجد إرهاب في أي دولة أو إذا وجد إرهاب في أي منطقة فسيؤثر بشكل كبير على التنمية داخل الدول دي وسيؤثر بشكل كبير على حالة الاستقرار وحالة السلم داخل الدول فمصر لها رؤية مصر تحركت بشكل سريع في هذا المجال وكان لها دور سباق زي ما كان لها دور أيضا سباق في القضاء على التنظيمات أو مكافحة الإرهاب داخل الدولة المصرية ودي تجربة رائدة على مستوى العالم كله حققت بيه الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية وحققت بيه الأمن والاستقرار أيضا لدول شمال المتوسط ومنطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر أيضا فنقلت بتسعى في الوقت الحالي إلى نقل هذه التجربة إلى الدول الأفريقية لمكافحة التنظيمات الإرهابية احنا عارفين أن في أفريقيا أو بالأخص في دول الساحل والصحراء فيه عناصر إرهابية من القعدة ومن تنظيم داعش ومن بوكو حرام وأيضا من الشباب الصومال في منطقة القرن الأفريقي كل دي فتحت مجالات لوجود عناصر تنظيمات إرهابية جديدة تؤثر بشكل كبير أو أنها تكون لها معسكرات لإعادة نشرها مرة أخرى في أي منطقة أخرى من القرن الأفريقية أو من العالم كله فالقضاء وعليها هو أساس لبداية التأمية داخل تلك الدولة أستاذ جميل بالحديث عن مجالات التعاون المشترك تحدثنا عن الاقتصاد وتحدثنا عن أهمية ودلالة توقيت هذه الزيارة ماذا عن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك والقضايا التي تتقسم فيها مصر ورواندا نفس الرؤى ووجهات النظر هو بالطبع كان زي متحدث في سيئة النهضة في المؤتمر الصحفي عن سد النهضة وحق كل دولة من دول الممر والمصاب زي سودان ومصر في أن يكون لهم الحق في التنمية الشاملة وأن مصر بترفض رفضا شديدا لاتخاذ أي قرار أحادي الجانب واجب أن يكون هناك تنفيق واضح بين دول المنبع والمصاب من أجل عدم الإضرار بالتنمية داخل الدول أو عدم الإضرار بعمليات السلم والأمن في المنطقة بشكل عامي فالتوحيد هو وتوحيد المنطقة يمكن كمان القضايا التي كنت تتكلم فيها مع خلود منذ قليل قضية الإرهاب وحفظ السلام وفي قضية أخرى مهمة هي قضية المناخ أيضا ويمكن الرئيس تحدث عنها في كلمتها فهو بالطبع الأهم قضية في الوقت الحالي هي قضية المناخ وزي ما قلت لحضرتك في البداية أن الرئيس نقل الصورة الحقيقية لأفريقيا خلال قمة بلاسكو للمناخ وقال أن القرى الأفريقية هي أكثر الدور الأكثر القرى تضررا من المناخ وبيسعى الرئيس وبتسعى الدولة المصرية خلال القمة القادمة في مدينة شرم الشيخ من أجل إيجاد حلول سريعة وإيجاد حلول عادلة بالنسبة للقرى الأفريقية في اتجاه مناخ وعدم تضرر الدول الأفريقية من تلوز البيئة أو من المناخ بشكل كبير في الوقت الحالي نعم ربما في أكثر من مرة القيادة الرواندية تؤكد أن العلاقات المتبدلة ما بين رواندا ومصر لن تقتصر فقط على الدبلوماسية بل ستشمل تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية توجه مصر بشكل عام الدبلوماسي نحو القرى الأفريقية أهميته إيه برأيك؟ أهميته أن القرى الأفريقية في الوقت الحالي هي عمق استراتيجي للدولة المصرية القرى الأفريقية تمتلك ثروات كبيرة جدا هذه الثروات قد تعود بالنفع إذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل ستعود بالنفع على القرى الأفريقية بشكل كبير الدولة الأفريقية كلها كانت من الدول التي تساند الدولة المصرية في كافة التوجهات الاستراتيجية ولكن بعد مصر السنوات طويلة عن القرى الأفريقية أثر بشكل كبير على العلاقات بين مصر والقرى الأفريقية وإدرت أن بعض القوى وبعض الدول الإقليمية أن هي تتسلل داخل الدولة القرى الأفريقية وتنفذ أجندات خاصة لها فعادت في عام 2014 كما أقول أن عام 2014 كان بداية إعادة العلاقات القوية مع القرى الأفريقية مصر بالنسبة للقرى الأفريقية هي الدولة الرائدة هي الدولة القائدة هي الدولة اللي دايما تضع في حسبانها المصالح الأفريقية نصب عينيها وهو ده وزي محاك ذكرت أصبحت مصر هي النقل الحقيقي لما تعانيها أفريقيا يعني من أزمات وهو ما سوف يتم الترجمة على أرض الواقع في كاب 27 مؤتمر المناخ بالطبع هي مصر دايما الناقل وهي مصر أصبحت المتحدث باسم القرى الأفريقية في كافة المجالات ولو شفنا حتى وقت ترقص الدولة المصرية للاتحاد الأفريقي كان في جميع القمم التي بتتم وجميع لقاءات السيد الرئيس في المحافلة الدولية كان الهدف الأول والأخير هو مصلحة الدولة الأفريقية هو الاهتمام بالدولة الأفريقية هو وضع الأفريقية في صدارة المشهد دائما من أجل تحقيق الاستقرار داخل الدول الأفريقية من أجل تحقيق التنمية داخل الدول الأفريقية وعدم تدخل الدول الكبرى في القرى الأفريقية بما يؤثر بالطبع بشكل سلبي على التنمية داخل تلك الدول أو الاستقرار داخل تلك الدول فأصبحت مصر في الوقت الحالي هي اللي بتقود القرى الأفريقية عادت علاقاتنا مع الدول الأفريقية في الوقت الحالي أصبحت علاقات متميزة مع جميع الدول الأفريقية الدول الأفريقية بتساند القضايا المصرية في كافة المجالات وآخرها في مجال طبعا كل أغلب الدول الأفريقية تساند الدولة المصرية في هذه القضية طبط طبع مصر أصبحت هي القائد والرائد في هذا المجال وأيضا هناك ارتياح من الدول الأفريقية كافة بعودة مصر إلى القرى الأفريقية بقوة منذ عام 2014 حتى أخيرا أستاذ جميل ما يتعلق بالتعاون في قطعات يمكن مرتبطة بفئة معينة وهي فئة الشباب احنا هنا بلتكلم عن ربما التعاون الرياضي التقافي الشباب الرواندي اللي بيتعلم وبيدرس ويتدرب هنا في نصر على مجالات متنوعة أيضا رواد الأعمال والشباب المصريين المستثمرين في الداخل الرواندي إلى أي درجة بتعزز هذه الزيارات عمل هؤلاء الشباب هو طبعا بتنمي من العمل للشباب داخل مصر وداخل أيضا رواندا هناك العديد من الاستثمارات يتم فيها جذب الشباب للعمل فيها في رواندا هناك أيضا علاقات قوية بجانب العلاقات طبعا الرياضية أو الشبابية المختلفة ولكن فيه بالنسبة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية الكبرى بتنقل الخبرات من الدولة المصرية إلى الرواندا وأعتقد أن هذا هيعود بالنفع على الجانبين الشركات المصرية التي تعمل هناك في الجانب في رواندا ستعود بالنفع طبعا على الاقتصاد المصري وأيضا هتعود بالنفع على الجانب الرواندي اللي بيستفيد أو هيستفيد بشكل كبير من الخبرات المصرية ومن عملية التطوير والتحديث اللي بتقدمها الدولة المصرية للدولة الرواندا أشكرا جزيلا شكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام على كل ما تفضلت به من حديث